عندما يكون كثير من مجتمعاتنا مفقلا بالهموم محملا بأكثر مما يحتمل يرى أن كل طريق يظنه مفتاح فرج يضيق أمامه أو يتوعر فلا ينقصه من يزيد من همه هما ومن بؤسه غما فكما يقال اللي فيه بيكفي كالشاب العاطل من العمل مثلا يعيره أبوه أو أمه بالقول ما أنت طول عمرك فاشل قوم قوم يا كسول دور على شغل ما أنت أكل مرعى أقلت صنعه فماذا سنتوقع من هذا الشاب غير مزيد من الإحباط والاتكالية وربما تغلغ للكراهية إلى داخله تجه الناس من حوله وربما ذويه أيضا والمفترض أن يحقن بالتشجيع وعدم الاستسلام وفتح نوافب التفاؤل إليه إذا كانت الظروف أقوام واجعله يؤمن بأن كل صبح إذا تنفس قد يتنفس معه بوارق الأمل في فتح باب من أبواب الرزق وكذا وكذا يجب أن تعامل المجتمعات المهمومة وتخاطب علينا أن نزيد من جرعات الأمل لها ومن مقادير التفاؤل وجعلها مجتمعات تؤمن أن بابا من الفرج موجود ولو أغلق ألف باب ولا أقصد بذلك أن ندغدغها عاطفيا ونعطيها الكلام الجميلة كالمسكنات من دون العمل على إنعاشها وخلق الفرص للعمل والاسترزاق لكن مدام تعثر وصعب الفعل لظروف ما فأضعف الإيمان ألا نؤدي بالألسنة ونزيد الإحباط بسوداوية الخطاب بل ببث الإيجابية وأنسنت التواصل فيا أيها القابعون في ملاجئ الإنسانية القابضون على المحبة يا من تنثرون الأمل وتزرعون السلام طوبى لعقولكم والمجد لخطابكم